الاخوة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ماذا اريد اتكلم كلام كتير لان الاخوان جزاهم الله خير بيّنوا ووضّحوا للناس اساس الاسلام واساس الدين واساس العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تبارك وتعالى قال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ فضلت فضلت الله جزا خير وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةَ أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ وخلاصة هذا الموضوع أنا دار أختصر ليك الموضوع ده في نقاط معينة عشان أنت ترتاح ونحن نرتاح ربنا تبارك وتعالى رسل ليك رسول وهو النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله تبارك وتعالى وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنتا لازم تعرف الكلام دا عشان ما تكون مسلم ومدنجر رأسك تحت بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله مسلم آه أرفع رأسك فوق مدنجر مالك همتا ربنا تبارك وتعالى رسل ليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان تعبد الله براه ده نمره واحد نمره اثنين عشان تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم براه إن امره اثنين ما دار منك حاجة تاني تعبد الله براه شفت براه دي بالزعي الناس كتار لكن هزعل تعبد الله براه والتابع الرسول عليه الصلاة والسلام براه لو عندك شك في الله عز وجل أو شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما دخلت الإسلام ولا شمد رحت الإسلام ولا بتعرف الإسلام ربنا تبارك وتعالى قال ربنا عز وجل ربنا عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فالليلة في ناس كتار يدعوك إنه تعبد غير الله تبارك وتعالى وفي ناس كتار يدعوك إنك تتابع غير الرسول عليه الصلاة والسلام في واحدة القفاتح إليه حزب سياسي ممت حزب سياسي كلام دينا واضح وحت نظيف في إذن الله عز وجل في ممت دائرة تتابعه الدكتور المنظر المنظم للحزب ده تتابعه خالف الدين تخالف معه الدين طعم في الإسلام تطعم معه في الإسلام ليه لأنه حزب وبيديك قروش وده حرام ويدين ده ما فيه أحزاب شوف أي ذول جعلك نحن تابعين للحزب الفلاني أي ذول جعلك تابعين للجماعة الفلانية أي ذول جعلك تابعين للطريقة الفلانية شد باطل كله باطل ربنا تبارك وتعالى رسل لك رسول ونزل لك كتاب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني ما فيه حاجة ما تقول له أنه نحن مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني وليبيا بالخلا انت ونحن حزب البعث الاشتراكي والحزب الشيوع السوداني والحزب المؤتمر كله باطل كله وليجي أقول لك إحنا طريقة كزنزانية وتزعينية وبرهانية وختمية ويرو ماف في الإسلام ماف وأن هذا صراطي ده حق الله الباقي ده حق أكوني تو وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الدين ده ماف وأنصار سنة شان ما تضيع زمنك مع الناس ساكن ماف مافي مافي ناس ناس التبليغ اللي بيجي طافش من باكستان مافي أخوان مسلمين مافي دواعش ناس التفجيرات والانتحارين والبطبح والبكتل في الإسلام باطل ده كل ماف الدين ده كتاب وسنة فقط مافي حزب مافي جماعة مافي طريقة مافي كل باطل دي أول نقطة الناس اتفق على بعد ذلك تمشي لك الدم بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يدافعوا عن دينهم الدين ده حق جدا ما حق أنا برعي حقق انت البصلي في المسجد وحقق انت البصوم رمضان وحقق انت القبل كم يوم ها عيات تعيد الله طحا وضبحت حقق انت ذاتك انت ذاتك الدين ده حقق عشان ما تقول له طبعا الجماعة دي الجو اتكلموا عن فلان جماعة دي لاتهم نحن نحن ما جماعة زيك واحد مسلمين في شنو يعني الفريق شان انا واقف في التقاعد يعني انت ذاتك مفروض تدافع عن الدين الشيوعي ها والعلماني الليلة اللي بيجي بقول دين الإسلام مع سورة الدين ده حقنا نحن ما حقق انت مفروض انت تدافع عن الإسلام مفروض انت تدافع عن دين النبي عليه الصلاة والسلام الليلة الناس اللي بيجوا بيقولوا المرأة المرأة دي آتا جاية من بره مستوردة مش بناتنا نحن مش اخواتنا نحن المرأة ما تلبس حجاب تمشي زي ما دايرا مفكوا طلقة بس ساخت زي ما الله خلقها والله اجت زي ما الله خلقها دايرين الكلام ده في البلد دي في البلد دي دايرين النساء يخرجنا متبرجات سافرات بين الرجال تجيب في السوق تفتح تلقى الدكان تلقى مرة تحلق لك صلاحة مرة التعارف تبنشر لك لستيك تلقى مرة اي حاجة في انتا دايرين المرأة تصل لمرحلة زي دي اخواتك واخواتي وبناتك وبناتي كلن ما نحن برعنا فما تجي تقول لا يبتل تتكلموا عن النازل النازل يتكلموا عنك انتا وعننا عن نحن لانه تتكلموا عن الاسلام وهم دايرين يحاربوا الاسلام في النهاية عامل الله تجمعات فارغة وتجمعات باطلة عشان يحاربوا الدين بالسنة من ناس طواغيت كفرة ملحدين لا يعترفوا بدين الله عز وجل داري حرب الاسلام والاسلامنا ما بتحارب اسمع الكلام دا كويس يا شوعي يا علماني اسمع الكلام دا يا كوس واسمع الكلام دا يا انصر سنة ويا صوفي اسلامنا ما بتحارب الاقيدة دي ما بتتحارب ربنا تبارك وتعالى قال كتب الله دا الله كتبه ما في زلطاني بخلفه كتب الله لاغلبن انا ورسلي. ان الله قوي عزيز. ما في ذلك داري حرب الاسلام. وانت والله تطعن في الاسلام. وتطعن في حجاب النساء. المؤمنات. وتطعن في تربية المسلمين لابناتهم المسلمات. الناس زيال دارين يغيروا التربية حقتنا نحن. ها? قالوا يسقط الحكم الابوي. يعني انت في البيت ما عندك سلطة على بيتك. قلت لجي خاشة ساعة اتناشر يا بيت. كنت يهيرني. قل لجي عمك ما تنوم نومك. يا بيت الناس. بدكك تدقها تدقني اهي. تمشي تفتح في البلاغ بيتك. ده الغانون بتاع ميتك لك الغانون بتاع الدولة المدنية. وهذه المدنية. مدنية دي شن انتك عائلة باكلوا ابي طعمية ولا سندويتشات. دي المدنية بتاعات هنا القانون يبيح للمرأة بعد سن البلوغ ما عندك بها شغلة. ابدا ما عندك باشا عنا. تمرك تطير تخش تحت الوطى. تجي تجي معشة مع الراجل. قل لك حرية شخصية. تلقاه معه ولد. لا هذه من ال 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 الامور. يا خي ما تشدت. يا زال. كده الله يقدرك. ها? امش اعمل الموضوع ده في السودانين. شوف السودانين بنظموك انا بنظموك. انا غايت قلت لهم السودانين دي لأي حاجة ما عارف فيها. ها? لكن تتكلم في موضوع مناتهم واخواتهم ديل. بتطعوا راسك وبجدوا عينك. والله الذي لا يلا غيره. اكتر شعب بفضل الله تبارك وتعالى. عندهم غير على النساء. اهو السودانين ديل. السوداني تعال تقول ممكن يخليك. اشرب الشاي حقه ممكن ياسرق وممكن يحفيك. لكن تزعل بيته ولا اخته? والله لا تشوف لك حتى تاني تبيت فوقك. فاشوف لكم موضوع تاني يلعبوا عليه. لانه لقوا راس صحاليك دايرين الانحلال. ودايرين قلة الادب. والصالقة. والتفاهة والرذالة. لقوا الناس ديلة. عشان كده بيتكلموا. بيتكلموا ليه قلة. فنحنا نبدو ندعو المسلمين كلهم. كلهم داير تحارب ديل. طبق الدين ده في بيتك. البيت كله يصلي. ما في حاجة يسمع انت تصلي الصبح والمرأة نايمة. ها? وواحد لسه يا ده ابنهم. وابتأى تمروك من البيت حتى ان يصلي الصبح بعد الشام استطلع. لا لا. تربي الاسر. وتربي المجتمعات. اه? على الاسلام وعلى الدين. ليه? لانه ده اقدار يربيك على منعج تاني. على منعج باطل منعج منحل في النياهة. عشان دار يصلي اغراض. تعفى. ويصلي مجتمع منحل. وبكرة يجي ولد ما عارف ام منه. وما عارف ابو منه. وما عارف حقوق تمنوا. ده المجتمع الدارين اوصل اليو. ده المجتمع الدارين يوصل اليو. وإلا انا عندي سؤال واحد. اي زول قاعد في السوق ده هنا اي زول عاقل. عندي لو سؤال واحد بس. سؤال. يعني احنا مشكلة السودان دي كلها. كلها. كده يتابره دابره. بجيك اصبر. مشكلة السودان دي كلها. عشان يتطور يعني. انه البنات يمرقوا عريانات براحة كده. يعني هس المرة لو جاد ما الشي عريانة كده عملا شون يعني. حتصل الجمر? تكتشف حاجة جديدة? يعني البيتة العريانة دي بتفهم اكتر من البيتة الماء عريانة? لو ورينا يعني البلد دي حتتطور كيف يعني? قول لك لأ لان انفتاح. انفتاح بتعيش نفتح راسك. قول انفتحت قول اتكسرت بشكت عديلة ها البلد حيتقتم علاقة التطور بجلت العدب شنو ما عارف انا. ليه? قول لك لأ المرأة لازم تسوق عجلة. بالله? تسوق عجلة? قال اي. ايوة. كويس? خلي اسوق عجلة. يعني ساقت عجلة قول? يعقول كلين ساقت عجلة. اجي مرة جيب لها عجلة فونكس. دبل ما عارف ليك. عجلة رال عجلة الكوبرا ديك. اجي واحدة اديها عجلة. اها بعدك? بعد المرأة جاه جيب لها حمار خليها تركب ومش المرأة دي? اديها حمار تركب. اها بعد داق البحصة شنو يعني? البلد الطورت? البلد الصلحت? انت دار تخوش شنا نحن? انه نحن عشان ناكل زي الناس. ونشرب زي الناس. وبلدنا تبقى زي الناس لازم بناتنا يتحلن ويتافان ويسافان. تزول الكلب ولو يسخ. نحن اخبيه? كلام دي ازول مبخش فيه مخزوه العاقل. والله الذي لا اله غيره. على غداب ايداك شنو? دار تتطور امشي اقرأ? دار تتطور اتعلم. خش الجامعات خش المكتبات خش المعامل اقرأ. لكن تقول له نحن عشان نتطور لازم ننفتح على العالم الخارجي. متجيك واحدة فاك شعرة في التلفزيون. عشان اي بالتاني شافتها ده فيك شعرة في الحلة. ها? ده ما ابتك ما ده ما بيقدم لبلد. والله الذي لا اله غيره. ما بيقدم لبلد. فلذلك ايوها الناس. نحن بإذن الله تبارك وتعالى. نرد على هؤلاء دعاة الشرك. بالله عز وجل الليل اللي بيقول لك اندها الشيخ. والشيخ في كربك انده. بتغيزك جنده. والشيخ بيعلم الغيب. والشيخ بدي الجنة. والشيخ بنزل المطر. والشيخ بعمل والشيخ بعمل. دعاة شرك بالله عز وجل. يرد عليهم. او عك تنادي غير الله. او عك تتوكل على غير الله. او عك تندهلك فكي. او عك تندهلك زهل. عندك مشكلة. عندك مصيبة. اسأل الله تبارك وتعالى وان المساجد لله. ما ما استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. سيدخلون جهنم داخرين. وربنا تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى. عمر الانبياء عليهم الصلاة والسلام. انهم كانوا يدعوننا. رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. دي الانبياء الله عز وجل. كانوا بيسألوا الله. انت تجي تسأل ليه شيخ. تسأل ليه قبة. تسأل ليه ضريح ولا غيره. قال له باطل. ومن يدعو مع الله. اله اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه. انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم. وانت ارحم الراحمين. وربنا تبارك وتعالى. امرك. انك تبغط هؤلاء. تبغط دعاة الشرك. تبغط الدعاة للكفر. تبغط الدعاة للخلال. لا تجد قوما يؤمنون بالله. واليوم الاخر. يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا اباهم. او ابنائهم. او اخوانهم. او ازواجهم او اشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم في قلوبهم الامان. الى اخر العيات. فانت لازم تبغط النازل. ولازم تتعلم دينك. لازم تتعلم دينك. ما تضيع زمنك مع مسلسلات. هو اغاني. في انت? ما اعرف داك مين كده انصح مدني. ومين كده محمود تاور. ومين كده قابلته باللفة. والالم اللي عليه خفه. وقدر تمت عليه سفة الى اخره. ما تضيع زمنك. يا زول اتعلم القرآن ده. شاب عمك كبير عمك صغير اتعلم الدين ده يا زول. ده من فحق يوم الغيامة. هس لو جد يوم الغيامة وفتح الصحيفة بتاعتك لقوها كلها مزيقة. بتدقة. احد دقت. تاني بتدقة. احا يعني دي بتنفعك. يا زول اتعلم الدين. اتعلم القرآن. اتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دي بتنفعك في الدنيا هنا. وبتنفعك في القبر. وبتنفعك يوم الغيامة هنا. ما تضيع زمنك يا اخي ما اغاني. حبيتك ما حبيتك كرعينك ما اطنينك شعرك ما كرعينك. يا زول ما تضيع زمنك ما اغاني تافى. وما تضيع زمنك ما قصايد. ولا لا لا جلة مكاشف الغوم شكل بسم يلا طريق جايلان كايلان مكاشف بجلة ختميها السينة دو السلسلة. تفاهم حاجة? افنى الدرجات يربط ويحيل في الليل كمس الله والناس نايمين. لا جججج جلة. حدا شنو مساء المال تمكينه على الله الرجال بايعين دي ما? والناس برقصوا. وقال شنو? ها شايقي 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 اللي رطينا واقف. اها. حمار في الطير راجل صالحين يدو البنزين. حمار يدو بنزين ايه. طيار يطير مع الطيرين فكم ساردين. ده ضيع زمن يا زول. ده ضيع الزمن. ربنا عز وجل جاب لي القرآن كريم. لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. لكن ده لك الجبهجية ضيعوا البلد دي بالاناشيد والقصائد. اماه لا تفزعي. اها. اماه لا تجزعي. اها. والترابي قبليهم. وقبليهم الصادق المهدي. وقبليهم الناس ابوك الشيخ. ابتلتله وبعتله وبقرقاب. ضيعوا الدين في البلد دي. بقصائد وبمزيقه. وبيدربوك وكلام فارغ في النهاية. تعلم القرآن يا ظل. القرآن ده بنفعك. صغير بنفعك. كبير بنفعك. تعلم الدين. اقرأ القرآن. اقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تتلفت للعواليك ده. فنانين ولا فنانات عمك السرقادور عمره قريب مية وكم سنة. في امتا قاعد من زمن الانجليز. اقدم من اللاندي روبر. في امتا? لا 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 قاعد. شغال عز اتصاتك حلو. واتصاتك جميل. وصوتك حنين. حنين بتاع شنين امك. شوف لك حج وعمرة ما لك ما لك. انت فما تضيع زمنك مع كلام فارغ زي ده يا ظل. اكسب زمنك. انت زل شاب. والله الذي لا اله غيره. يجي يوم تندم على الزمن الضيعته ده. انت هس الليلة بتجر. وكان قال لك امشي من هنا الخرطوم كداري بتميش. لانك زل قوي وزول شاب. لاتلين بعد بقرة بتعجز. والله لو قال لك صلي ما تقدر تصلي. ما شايفة الناس اللي بيصلوا في الكراسي. ما شايفة الناس اللي بيصلوا قاعدين تحيد. ديال لو قلت لات اتمنى شنو بيقول لك اتمنى انا اكون شاب واصلي واقف. واكسب زمنك هزول. ما تضيع زمنك مع الفارغات. ما تضيع زمنك مع ستات الشاي. ما تضيع زمنك مع الناس التافين. ما تضيع زمنك ابدا. عندك زمن زايد اقرأ القرآن. اقرأ السنة يتعلم التوحيد. ده البنجيك في 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 يوم القيامة. وده بفيدك في الدنيا هنا. بيفتح ليك ابواب ما الله بيها عليم. ما تقول تسمى ليه الدعاوة بتاعد الالعلمانيين الليلة. واحد ما شايت ربا في اوروبا. شاف النسوان العريانات هناك. وقل لك. والله هنا السودانين ده ضايعين. يا هزول ضايعين كيف? قل لك ما اتطورنا. ما شايفة البنات دي السمحات كيف? ها سمحات دي الرسمتين اتا. دي الله خلقهم كده. اتما لقى هزول. دي الله خلقهم كده. شفت الكفار دي الله خلقهم كده دي. يا هزول محين ولا ما? ان احنا معنا ومالهم. نحن معنا ومالهم. نتعلم قرآننا. ونتعلم ديننا ولا نقعد نباريدينا واحد كافر عريان ما يعرف الله. ولا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبس الله صليبه بقول الله تلاتة ما واحد تلاتة. تلاتة الله الله وعيسى الله ومع روح القدس الله تلاتة الله عندهم. دي اللي قعد نباريه نصارى قادم في البلد دي. الكنيسة معرفة الوسقفية. كنيسة الارثوذوكس. كنيسة الكاثولوكية. الكنيسة الميمية. كلها مذاهب الجادة الان اللي نجين متة ولوقة ومرقز ويوحنة وفي اكباط. انت عندهم كانايسة الان دعاء الضلال ودعاء الشرك. في النهاية. ما تعيد قولي دي الاهل الكتاب واخوانا. يا ظلم اخوي. انا اخوي ازول اللي بيقول لا اله الا الله محمد الرسول الله. وعقدته في الله. وبتابع الرسول اي ده اخونا. باي سفتك باي سجارتك. مش عقدتك في الله اي. ظول اخونا الله يهديك. لكن ظول بيقول لي الله تلاتة. الله تلاتة ما اخوي باي اين يا ظول. ما اخوك. ما تقول له لان احنا اه طبعا البلد دي فيها اديان متعددة. وفيها ثقافات متعددة. فلابد يكونوا اخوان. الا ان احنا ما معاهم. اكلمك. مش ان احما معاهم. نصراني ما اخوي. دار يستغل معاك باستغل معاك. شغل شغل دنيا كده بنشتغل. لكن في الدين ما اخوان. ونبخطك لوجه الله تبارك وتعالى. ما فيها ظل. مجاملة في دين الله عز وجل. وما في الظل. ها للمسلمين ما جاءهم الا اتباعهم للأهواء واتباعهم لامة الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى نجنب هذه البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صلي وسلم وذيت وبارك وانعم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.